موسيقى أيها السيدات والسادة مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في كل مكان في سوريا والعالم العربي في المنبر السوري والذي سنتناول فيه الملف الأول فوضى السلاح في سوريا وآثاره لقاء مع هشام البابا ورئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في سوريا ومعظمية هشام تموت جوعا وأخيرا سنتكلم عن السوريون ومعاناتهم مع جوازات السفر فيأهلا بكم موضوعنا اليوم هو في غاية الأهمية نطرحه وهو عن فوضى السلاح وانتشاره في سوريا بشكل رهيب على الصعيد القتالي والتجاري والتسليحي والجهوي وأهداف كثيرة هناك أناس في سوريا كتمهيد لحديثنا اليوم تسلحوا من أجل قتال قوات النظام السوري بعد ست أشهر من بدء الحراك الثوري في سوريا بعد استهداف الأخير لقراهم أو والداتهم أو مدنهم أو أحياهم السكنية فما وجدوا بدا إلا هذا السبيل لكي يدافعوا عن أنفسهم هذا واحد أناس في سوريا بعد أن تحولت الثورة من سلمية إلى مسلحة استغلت هذا الظرف لباب التجارة بالسلاح والبيع وهي السوق على فكرة رائجة جدا في سوريا خصوصا الآن بين الكتائب المقاتلة نفسها يعني كتيبة لديها دعم مالي لديها دعم إقليمي تشتري من كتيبة يعني لا يجد لديها دعم عن طريق الغنائم أو شيء من هذا القبيل دوشكا أو بيكي سي أو طلقات كليشين أو ما هنا له أكثر من يشتري السلاح كما قلنا أصحاب المشاريع الأهداف مثل في منهم دولة الإسلامية أو الألوية والكتائب المدعومة من دول بعينها مثل دول خليجية طبعا هذا الدعم لا يأتي من قنوات رسمية في تلك الدول هذه الأخيرة وقوتها التسليحية مرتبطة بشكل كبير لقرار الدعم عندما يتمزجها في المواقف السياسية وهم ما لمسناه أخيرا يعني يسحبوا شرعية أعطوا شرعية روحوا عجنيف لا تروحوا بطن الروح وهكذا في ناس بدأوا ثوارا مخلصين كانوا يبيعون أشياءهم لشراء طلقة كليشين مثلا لكن سبحان الله طبيعة النفس الإنسانية المجبولة على حب السلطة والظهور والجاه والمنصب تحولوا إلى حرمية بكل صراحة ووضوح يعني في معامل خاصة فقط لكي تستحله مثلا قل إن صاحبه يمول النظام أو شبيح حلال عليك تأخذه وتبيعه بأبخس الأثمان بحجة شراء السلاح وعطاء رواتب للموظفين كما حدث في معامل رامون في حلب وأغلب معامل حلب المقدرة بأكثر من ستمائة معامل ضخم تم نهبها وتأميمها لن أطيل عليكم في ناس ترابط عند مطار أو جبهة أو كتيبة أو لواء وعندما تدخله أو تدخله تسيطر على دخائره ثم تلجأ لبيعها لتغطية نفقات عناصرها يعني أكل وشرب على الأقل هناك أسئلة بصراحة كثيرة سنطرحها في هذا الملف لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير لزميلنا فوز قصيبات لا أحد يعرف عددها ولا عدد أفرادها ولا حتى هيكلها التنظيمي إن كان موجودا أصلا لا يكاد يخلو حي في المناطق الساخنة في سوريا إلا وفيه كتائب مقاتلة تدافع عنه وتحمي سكانه بحسب المبدأ الذي أعلنته عند تشكيلها أن ندفعنا بالدفاع عنهم حتى آخر قطرة من دمائنا وأن نكون شموعا نحرق أنفسنا بسبيل إنارة دربهم على طريق النصر والسداد وأكثر من ذلك قد تجد في الحي الواحد أكثر من كتيبة وفصيل مقاتل ففي حي الوعر وحده في حمص يوجد أكثر من ثلاثين كتيبة وفصيل تختلف مشارب هذه الكتائب ومذاهبها فهي متنوعة ما بين إسلامية متشددة وإسلامية معتدلة وأخرى مكونة من عناصر منشقين عن الجيش النظامي حتى المدنيون حملوا السلاح دفاعا عن أحيائهم وذويهم ولكن الذي بدأ يؤرق السوريين هو انتشار السلاح بشكل عشوائي فأصبح السلاح هو الحكم والفيصل بين الناس وصار اللجوء إليه هو القانون الذي يحتكم له كما أصبح مصدرا للرزق من خلال تجارة السلاح والرواتب التي تحصل عليها بعض الكتائب المدعومة من جهات إقليمية الخوف لدى المواطنين الرعب عدم خروج المواطن في الليل حتى في ساعات مبكرة من الليل يعني منذ غابة الشمس شبهنا عدم الأمان ربما يبرر البعض هذه الفوضى في ظل ظروف حرب تعيشها البلاد منذ أكثر من عامين ولكن الشيء غير المبرر هو وصول السلاح إلى أياد بريئة لم تخلق لحمله يرى مراقبون أن على السوريين أنفسهم أن يتفطنوا لهذه الظاهرة وقد رأوا آثارها في ليبيا حينما عطل السلاح على الدولة الليبية 130 مليون دولار يوميا بسبب سيطرة الكتائب على مصاف النفط فبعدما يقارب العامين من سقوط حكم القذافي لم تستطع الحكومات المؤقتة ولا المجالس الانتقالية من ضبط السلاح المنتشر بين أياد الليبيين كل هذا يحتم على السوريين أن يعملوا جاهدين على التصدي لظاهرة فوضى السلاح حتى لا يتحول هذا السلاح إلى سلاح للفوضى الكلام عن فوضى السلاح ذو شجون بصراحة وطويل لكن هناك نقاط أيضا نحب أن نضيع عليها وهي قضية الآن ليس كنا نحن في سرايا بعدين في كتائب بعدين في ألوية بعدين في فرق بعدين في جيوش مؤخرا تم تشكيل جيش الإسلام هو عبارة عن 45 كتيبة ولواء لكن ما فاجأني حقيقة أنه ظننت أن في حي الوعر هناك 32 كتيبة لكن أب مخلص يقول أن في حي بستان القصر في حلب لوحده 53 كتيبة يعني أكبر من جيش الإسلام بـ 8 كتائب هذه النقطة لكن الآن 53 كتيبة طبعا هذا البستان القصر لكن بالخير يعني أغلبهم لوحده على المعبر رفح أو معبر الموت هذا المغلق تقريبا يوجد فقط لوحده 23 كتيبة ما علينا قضية جيش الإسلام جيش الإسلام والآن هناك جيش سيشكل أيضا اسمه جيش أحرار سوريا جيش أحرار سوريا طبعا 109 كتيبة بين كتيبة ولواء وعندك جيش الإسلام لكن الخوف لا يكون هذه الجيوش يعني لمعنى لها مثلا أرى جعجعة ولا أرى طحنا يعني ما فأدت جيش يشكل والغوطة الشرقية محاصرة والجنوب الدمشقي محاصر وهناك هدنة هنا وهدنة هناك ولا يفك شيء لا حصار ولا يحرز أيضا مكاسب على الأرض هذه نقطة قضية اللعب الإقليمي عندما يطلب تشكيل من جهة إقليمية داعمة لهذا الجيش أو ذاك يعني من شأن ما نضحك على بعض لا يمكن تشكيل جيش أنت تريد أن تدفع رواتب ومعداد وكذا بدون دعم إقليمي ألا يتحكم دعم الإقليمي بقراراته وهو ما يحصل الآن أنه أعطوا شرعية وانزعوا شرعية للإتلاف ولغير الإتلاف هذه نقطة النقطة الأخيرة قضية حمل السلاح بقضية شفة الحال والفشخرة كما يقول السوريين هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية النقطة الأخيرة التي ذكرها ضيفنا أو تم إثارتها وهي قضية أنه الفلاح والطيان والعامل للمدرسة وغيرهم من المواطنين السوريين هذا لما شال السلاح وقاتل فيه أو صار عنده كتيبة أو لواء هذا كيف بكرة يرجع لحياته الطبيعية يعني كيف الفلاح يرجع بكرة يزرع قطن وبطاطا وبرسيم وحمص وعدس كيف يعني وعنده دوشكة أمامه ودوشكة من خلفه وهكذا هذه مخاوف أثرناها في المنبر السوري ننتقل الآن إلى فاصل قصير ونستقبل بعده ضيفنا الذي أتى من سوريا